ينضم إلينا من أبو ظبي مراسل الغاز عبدالله الزعبي عبدالله ضعنا بأبرز ما تحمله هذه الزيارة التاريخية الكورية الجنوبية إلى دولة الإمارات نعم بالفعل وصل الرئيس الكوري الجنوبي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم وكان في استقباله الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية وتعاون الدولي الإماراتي وسهل المزروعي أيضا وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات كبيرة تربط البلدين في مجالات عديدة أبرزها مجال الطاقة والطاقة النظيفة مشروع براكة أحد أبرز المشاريع التي تربط العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية زيارة هذه أو زيارة الرئيس الكوري الجنوبي اليوم تعد الأولى لرئيس كوريا الجنوبية وهي أولى زيارته الخارجية التي يقوم بها في هذا العام كانت الإمارات هي المحطة الأولى بالنسبة له من خلال هذه الزيارة الرئيس الكوري يسعى إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بشكل أكبر في أربعة مجالات هي الطاقة الدفاع والطاقة النووية وأيضا المجالات الاستثمارات الأخرى من خلال وصوله أيضا يرافق الرئيس الكوري وفد كبير يضم مئة مسؤول شركة كورية سيقومون بالعديد من اللقاءات والمحادثات في محاولة لزيادة عدد الاستثمارات البينية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى ذلك هذا الوصول الذي تم اليوم ستبدأ يوم غد مراسم الاستقبال الرسمي حيث سيلتقي بالشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بالإضافة إلى مشاركته في منتدى طاقة المستقبل الذي سيبدأ يوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالإضافة إلى ذلك سيقوم بعدد من الزيارات إلى المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين وأبرزها كما ذكرت محطة بركة لإنتاج الطاقة نووية نظيفة اشتركوا في القناة